بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل حصة اليوم إن شاء الله في مادة اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي نفتح كتاب التلميذ دفتر الأنشطة صفحة رقم ثلاثة وثلاثة لدينا هنا في الجزء رقم سبعة أنتج كتابية من خلال هذه الحصة حصة الإنتاج الكتابي سيتعلم التلميذ التعبير الكتابي ليتعلم التلميذ التعبير الكتابي توجد عدة طرق يجب على التلميذ أن يتبع عدة مراحل المرحلة الأولى ما هي أولا مع بداية الأمر تلميذ السنة الأولى ابتدائي نكتب هكذا جملة دخل عمر إلى القسم بحيث في كل كلمة أقوم بكتابتها في بطاقة دخل عمر إلى القسم التلميذ الحد الآن في السنة الأولى ابتدائي مثل ما زال مش متمكن من قراءة الكلمات قراءة الجمل بطريقة صحيحة إذن بصريا فقط يحفظها دخل هذه عمر إلى القسم بعد ذلك أقوم بتشويش البطاقات يعني إعادة ترتيبها مرة أخرى بحيث القسم أضعوا هنا دخل أضعوا هنا إلى أضعوا هنا وعمر أضعوا هنا أطلب من التلميذ إعادة ترتيبها تلميذ كما قلت ما زال مش متمكن من القراءة أمليح هكذا راح يذكر ويستعمل الذاكرة البصرية فقط مكان البطاقات يعيد ترتيب الجملة أو ترتيب الكلمات الخطوة الثانية بعد ترتيب الكلمات يفهم التلميذ أو نفهم التلميذ كل كلمة واش معناها؟ الكلمة الأولى ما معناها الثانية الثالثة وهكذا يفهمها مثلا دخل وهو عمل ما هو هذا العمل؟ الدخول إلى القسم مثلا دخل أقوم بهذا العمل شخصي أدخل إلى القسم أقول أنا هكذا دخلت عمر وهو اسم شخص ولد أو رجل لا يهم إلى القسم القسم هنا مكان تعريف القسم ما هو يعني تعريف الكلمة الأولى الثانية الثالثة يفهم كل كلمة ما معناها ثم بعد ما يفهمها التلميذ الخطوة الرابعة هنا في المرحلة الأولى خليه يحفظ الجملة يحفظها دخل عمر إلى القسم يحفظها ملاح صورة تكون هنا لدي قسم أربط الصورة بالجملة أو الجملة بالصورة الصورة للقسم باب طفل هنا يدخل إلى القسم بحيث أن هذه الجملة تكون تعبر عن الصورة هذه المرحلة الأولى في التعبير الكسابي المرحلة الثانية طبعا توجد عدة طرق من بين هذه عدة طرق لتعلم التعبير الكتابي المرحلة الثانية لدي جملة هكذا يقوم التلميذ بقراءتها ثم أقوم بحذف كلمة من بين هذه الكلمات جملة تكون أكثر من ثلاثة كلمات أربع كلمات أو خمس كلمات أحذف كلمة أو اثنان وأضع هذه الكلمة في بطاقة وأضيف كلمات أخرى وأطلب من تلميذ أو من الإبن في المنزل أن يضع الكلمة أو البطاقة المناسبة في المكان المناسب مثلا هنا عمر أقوم بمسح هذه الكلمة أقول اختار هذه الكلمة أو هذه الكلمة دخل دخل قلم إلى القسم لا دخل عمر إلى القسم صحيح طبعا كل مرة نغير الجملة نحفظ الجملة الأولى نزيد نمدل جملة أخرى يحفظها أيضا يحفظها بعد ذلك السنة الثانية ابتدائي وهي هذه المرحلة لدينا هذه المرحلة مجموعة من الكلمات من خلال هذه الكلمات يكتب جمل جملة واحدة أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة يكتب جمل أو طريقة أخرى أو كتابة فقرة هكذا ويضع الكلمات في المكان المناسب يضع بحيث كل كلمة في المكان المناسب مثل ما عملنا في الحصة السابقة تنظيف البيت لدينا هنا عفونتس في هذه الحصة أنتجوا كتابية هنا يضع الكلمات في المكان المناسب فقرة يضع فيها الكلمات في المكان المناسب إذن هنا قبلها يقرأ التلميذ الكلمات يفهم قبل الجملة تكون من ثلاث كلمات أو أربع كلمات وتنتهي بنقطة الجملة إذن قراءة الكلمات هنا يفهم معنها بحيث أن سأكتب ثلاثة جمل في كل جملة يجب أن أجد الكلمة الأولى الفلاح وأجد الحرف الجر هذا في أجد الكلمة الأولى والكلمة الثانية في الجملة الأولى في الجملة الثانية في الجملة الثالثة بعد ذلك قراءة الكلمة هنا يربي يزرع يغرس الفلاح الشجيرات المواشية الخضرة في الحقل الزريبة البستاني قراءة الكلمات كل كلمة ما معنى كل كلمة يربي ياء من التربية يعني يعتني بحيوان أو يعتني بإنسان وهكذا يهتم به من حيث الطعام الشراب وهكذا مكان النوم وهكذا هذا يربي يزرعوا ما معنى يزرعوا وما معنى يغرسوا يزرعوا لي مثلا أضع الحبوب مثلا أو البذور في الأرض أنكشوا الأرض هكذا أضعوا البذور أو الحبوب ثم أقوم بتغطية الأرض هذه أقول يزرعوا يغرسوا يغرسوا تثبيت الجذور تثبيت الجذور في الأرض تثبيت الجذور في الأرض يقول يغرسوا إما تثبيت الأعوات هكذا أو تثبيت الجذور أو تثبيت الشجيرات لدينا شجرة كبيرة شجيرات هكذا الشجيرات الصغيرة أقول هكذا يغرسوا الفلاح هو الشخص الذي يهتم بالأرض يزرعوا الخضر أو نعم يزرعوا الخضر يغرسوا الأشجار النخيل يهتموا بالمواشئة الخرفان الأبقار وهكذا الشجيرات ما هي الشجيرات أعطينا تعريف ليها المواشئة الخرفان مثلا الخضارة الطماطم البصل البطاطا الفصولية وهكذا في هنا حرف جر يأتي دائما بعده اسم مجرور مكان مثلا هنا الحقل الزريبة البستاني الحقل وهو مكان كبير أكبر من البستان بحيث نزرع فيه الخضر نزرع فيه الفواكه مثلا الزريبة وهو مكان مخصص للحيوانات البستاني مكان مخصص للأشجار مكان كبير يكون فيه سياج هكذا هذا البستاني مكان مخصص مثلا للأشجار للنخيل وهكذا إذن هنا كتابة جمل مع النشاط الفلاح من خلال هذه الكلمات الجملة الأولى نبدأ أولا بالكلمة الأولى يربي الفلاح ماذا يربي الفلاح؟ الشجيرات أو المواشية أو الخضارة؟ أقول يربي الفلاح المواشية فيه يعني أين يربي الفلاح المواشية؟ في الحقل أو الزريبة أو البستاني؟ الزريبة وهو المكان المخصص للحيوانات إذن الجملة الأولى نتحصل على الجملة الأولى يربي الفلاح ماذا يربي؟ المواشية أين؟ في الزريبة يقوم بكتابتها التلمير ومن الأفضل نخليه يحفظ الجملة يعيد دائما الجملة هكذا رح يكون عنده رصيد لغوي لا بأس به الجملة الثانية هذا فيما يخص الجملة الأولى الجملة الثانية يزرع الفلاح قلنا الزراعة للبذور وللحبوب يزرع الفلاح الشجيرات كما نعلم الشجيرات بها جذور يعني لا نقول الشجيرات يزرع الشجيرات لا يزرع الشجير أي يزرع الفلاح المواشية قمنا بكتابتها إذن الخضر يزرع الفلاح الخضر في الخضر هل لديها جذور؟ لا هل أقوم بتثبيت؟ مثلا الخضر هكذا لا إذن يزرع الفلاح الخضر في الحقل أو في البستاني أقول في الحقل البستاني فقط للأشجار للنخل وهكذا إذن يزرع الفلاح الخضر في الحقل خضر مثلا طماطم بصل جزر خص وهكذا بذور بذور أولا ينكش الأرض يحرث الأرض مثلا زراع هنا ينكش الأرض يضع البذور ثم تخرج لنا خضر وهكذا إما طماطم أو طماطم أو بصل أو بطاطا أو فصول وهكذا أنواع كثيرة من الخضر إذن أقول الجملة الثانية يزرع الفلاح الخضر في الحقل التلميذي يكتب الجملة ثم مذابية من الأفضل يحفظ الجملة نعيدها عدة مرات إذا هي ميش مطالب التلميذي بحفظ الجمل أو النصوص لكن من الأفضل حفظ الجمل يغرس الفلاح الشجيرات في البستان الجملة الأخيرة يغرس الفلاح يغرس من يغرس ماذا يغرس الفلاح الشجيرات الشجيرات لها بذور يغرس يعني تثبيت هذه الجذور عفوا الجذور في الأرض هذا كذا أقول يغرس الفلاح الشجيرات في البستان كما نعلم هنا البستان الجملة ما قبل الأخيرة قلنا يزرع الفلاح الخضر في الحقل يزرع ماذا يزرع ومن هذا يزرع يعني عمل يقوم به شخص متى يزرع يعني هذا فعل مضارع من الآن نبدأ لنفهم للتلميذ أنه هذا فعل هذا اسمه هكذا الفلاح الفلاح يزرع الفلاح لدينا الخضر أين الخضر في الحقل الحقل دائما بعد الحرف الجر هنا في الحقل أقول هنا جر ومجرور ما تعرفنا عليه في الحصة الماضية أو في الأسبوع الماضي الكلمة تنتهي بكسرة يزرع الفلاح الخضر في الحقل إذن هذه كانت حصة اليوم في مادة اللغة العربية طبعا كما قلنا التلميذ أنواع كل تلميذ وقدراته الخاصة وقدراته كان تلميذ يفهم من المرة الأولى كان تلميذ بعد عدة محاولات وعدة طرق يفهم الدرس حتى يكون بعض المرات درس سهل وبسيط جدا يحتاج فقط خمس دقائق أربع دقائق لكن تلميذ يأخذ معه مدة طويلة وهذا الشيء عادي وأمر طبيعي جدا يجب أولا الصبر والتحفيز والتشجيع مع التلميذ وأحيانا يكون المعلم أو الأم المعلمة أو الأم سارما سواء في المنزل أو في القسم إذن إلى هنا أنتهي دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته